بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 2 ثلاثة معكم معلماتكم العنود ناصر الاعتبار ورحمة أستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون درسنا عن الكيتونات نحن في الباب الثاني مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها وصلنا إلى الدرس الثالث مركبات الكربونية تعلمنا في الحصة الماضية الألدهدات تسمية الألدهدات واستعمالات الألدهدات اليوم بإذن الله سيكون الكيتونات وهو النوع الثاني من مركبات الكربونيل تسمية الكيتونات وخصائص الكيتونات الفكرة الرئيسة تحتوي مركبات الكربونيل على ذرة أكسوجين ترتبط برابطة ثنائية مع الكربون في المجموعة الوظيفية الهدف الأول تحدد تركيب المركبات العضوية التي تحتوي على مجموعة الكربونيل انتهينا من الألدهدات اليوم بإذن الله ستكون الكيتونات في حصة لاحقة ستكون الأحماض الكربوكسلية والإستارات والأوميدات إذن هذا الهدف يمشي معنا حتى نهاية الدرس أيضا تناقش خواص المركبات التي تحتوي على مجموعة الكربونيل أيضا سيكون معنا حتى نهاية هذه الدروس الخمسة مراجعة المفردات الكهروسالبية وهي تشير للقدرة النسبية لذرات العنصر على جذب الإلكترونات الرابطة طبعا الكهروسالبية تزداد من يسار الجدول إلى يمين الجدول وتقل من أعلى الجدول إلى أسفل الجدول ما هي مفرداتنا الجديدة اليوم؟ ستكون الكيتونات أيضا مناقشة لفكرة الرئيسة ونفس السؤال سنترحه كما طرحنا في الحصة الماضية قارن بين الصيغة العامة وحدد الأشياء المشتركة ما هي الأشياء المشتركة بين المركبات الخمسة؟ الضهدات، الكيتونات، الأحماض الكربوكسلية، الإستارات والأوميدات ستلاحظ أنها مجموعة الكربونيل طبعا في كل مركب القسم الآخر سيكون مختلف ولكن المتشابه معها هو باللون الأزرق محدد عليه وهو مجموعة الكربونيل إذن وجود الرابط الثنائي مع الأكسوجين في المجموعة الوظيفية وصلنا في مركبات الكربونيل إلى الكيتونات تضم هذه المجموعة خمسة تستطيع كتابتها على شكل خريطة مفاهيم ثم بعد ذلك توضح الفروقات بينها انتهينا من أضهدات، اليوم ستكون الكيتونات حدد المجموعة الوظيفية للكيتونات أين هو الكيتونات؟ أين هو الكيتونات؟ رقم اثنين، لاحظ ما هي المجموعة الوظيفية؟ سيداب البوند أو وأيضا ستكون هنا بدل الهيدروجين ستستبدل بآر أخرى إذن هنا الكيتونات كانت اشتقاق من الهيدات عندما استبدلت ذرة الهيدروجين بذرة كربون الآن انظروا لهذه الصورة خمن ما هي المادة المستخدمة في إزالة طلع الأظافر؟ ماذا تسمى لديكم؟ مزيل؟ نعم، ولكن اسم العلمي؟ ما هو الاسم العلمي؟ اليوم سنتعرف عليه بإذن الله إذن المركبات العضوية التي تحتوي على مجموعة الكربونين اللي نسترجع معاً تعريف مجموعة الكربونين ما تعريف مجموعة الكربونين؟ هي أو هو الترتيب الذي ترتبط فيه ذرة الأكسوجين برابطة ثنائية مع ذرة كربون وهي المجموعة الوظيفية في المركبات العضوية المعروفة باسم الهيدات والكيتونات الآن المقارنة كنا في الجدول السابق وصلنا إلى الهيدات اليوم سنضيف الكيتونات في التعريف وفي الصيغة العامة وفي أبسط مركب في التعريف الكحولات مركبات عضوية ناتجة عن إحلال مجموعة هيدروكسيل محل ذرة هيدروجين الصيغة العامة ROH وأبسط مركب الميثانول CH3OH الإثارات مركبات عضوية تحتبع ذرة أكسوجين مرتبطة من الجهتين بROR هذه هي ROR أبسط مركب ثنائي ميثيل إيثر CH3OCH3 الأمينات مركبات عضوية تحتوي على النيتروجين مرتبطة مع ذرات الكربون في سلاسل أليفاتية وحلقات أروماتية الصيغة العامة لها RNH2 وأبسط مركب عندما نزيل ال-R نضع للCH3 إذن سيكون لدينا CH3NH2 الألدهي ذات مركبات عضوية تقع فيها مجموعة الكربونيل في آخر السلسلة وتكون مرتبطة مع ذرة كربون متصلة بذرة هيدروجين من الطرف الآخر RCHO وأبسط مركب ميثانان نأتي الآن إلى الكيتونات وهو درس اليوم هي أيضا مركبات عضوية عضوية يعني يوجد فيها كربون ترتبط فيها ذرة الكربون مع مجموعة الكربونيل مع ذرتين كربون في السلسلة إذن الكربونيل ستكون وسط وسط بين ال-R وال-R بينما الألدهي دات ستكون في آخر السلسلة وهذا هو الفرق بين الألدهي دات والكيتونات لاحظ أيضا هنا R كتبت C هنا R معنى أن الأو انتهت هنا إذن هي تكون في الأعلى تكون في الأعلى حتى تفرق بينها وبين المركبات السابقة مثال على ذلك 2-بروبانول 2-بروبانول بمعنى 2 الرقم 2 بمعنى عنده الرقم 2 سيكون الأون أو الكيتون نأتي الآن إلى تسمية الكيتونات تسمى بإضافة المقطع أون إلى نهاية اسم الألكان تأمل اسم كيتون انتهت بأون إذن المقطع أون يضاف إلى اسم الألكان مثال على ذلك بروبان لاحظ بروبانون بيوتان بيوتانون وهكذا لا يمكن لمجموعة الكربونيل إلا أن تقع في الوسط فقط ويمكن إضافة الرقم للسلسلة أبسط كيتون هو الأسيتون وهو مزيل طلع الأضافة طبعاً لننوه على شيء مهم جداً أن الكيتونات تكون من ثلاث ذرات كربون فأعلى يعني أن الميثان والإيثان لا يكون كيتون لوحده طبعاً هنا أيضاً الصيغة العامة للكيتون R C double bond O R dash إذن لاحظ الفرق بينه وبين الأضهيدات الهيدروجين في الأضهيدات استبدلت بالR فأصبح اسمه أو نوعه كيتون أيضاً لاحظ هنا الترقييم والتسمية اثنين بيوتانون ولهو اسم آخر ميثيل إيثيل كيتون الآن كيف التسمية الآن انظر عند رقم اثنين عند رقم اثنين سنو رقم واحد اثنين طبعاً أقرب ترقيم أو أصغر ترقيم عند الرقم اثنين لأنك إذا بدأت من الجهة اليمين واحد اثنين ثلاثة سيكون بعيد ولكن الأفضل هو أن تبدأ من اليسار فنقول واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة يعني بيوتان عند الوسط أو في الوسط سيكون الكيتون لاحظ أن هنا R وهنا R داش إذن هنا لدينا كيتون لدينا كيتون الآن انظر تستطيع تقول اثنين شرطة بيوتانون اثنين شرطة بيوتانون أو ميثيل إيثيل كيتون لاحظ ميثيل له CH3 إيثيل له C2H5 وبعد ذلك المجموعة هنا لدينا R وR داش وفي الوسط سي دبل بند O إذن مباشر سأقول عنه كيتون إذن له طريقتين في التسمية اثنين عند رقم اثنين يكون تحديد مكان اون أو الكيتون اثنين بيوتانون أو تقسمها ميثيل إيثيل كيتون الآن انظر لاحظ الترقيم أيضا رقمنا واحد اثنين ثلاثة طبعا بدأت من اليمين أو من اليسار هنا لا عندي مشكلة هنا بروبا بروبان لأن رقم ثلاثة هو البروبان بروبا أيضا هنا لدينا R سعفون سيدبل بوند أو في الوسط إذن اون إذن اثنين بروبانون والاسم الشهع له هو الأسيتون إذن اثنين شرطة بروبانون أو يسمى الأسيتون الآن انظر لاحظ هنا لدينا حلقة سداسية إذن هكسان حلقي ولكن لدينا سيدبل بوند أو هنا 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 يعني هنا كربون وهنا كربون إذن كيتون إذن هكسانون بعد ذلك تضيف مقطع حلقي انظر الآن حلقة خماسية أيضا هنا R هنا R وهنا متفرع هنا متفرع إذن هنا C وهنا C ابدأ بالترقيم لأقرب أو أقل رقب واحد اثنين إذن عندي اثنين يوجد لدي الميثيل وهو متفرع وأيضا بنتانون الحلقة خماسية وبعد ذلك تضيف مقطع حلقي الآن انظر نبدأ بالترقيم هل سأقوم بالترقيم لأقرب للكربونيل أم للأقرب للرابطة الثنائية طبعا هنا سيكون أقرب لمجموعة الكربونيل بعد ذلك سيكون للرابطة الثنائية إذن الترقيم سيكون 1 عند 2 سيكون ON لاحظ لعن 2 كتبت في الوسط إذن عند 2 سيكون الترقيم لON أو الكيتون بعد ذلك أتكمل 3 الرابط الثنائية بدأت عند 3 وانتهت عند 4 إذن الرابط الثنائية عند 3 بما أن رابط الثنائية وهو عدد ذراط الكربون 4 إذن بيوتين بيوتين أليس كذلك؟ نعم بيوتين لكن نريد تحويلها إلى كيتون إذن بيوتين 2-ون أو يسمى كذلك ميثيل فينيل كيتون انظروا الآن أسيتوفينون أو يسمى ميثيل فينيل طبعا فينيل هو الحلقة ميثيل هنا والكيتون وهو مجموعة الكربونيل أسيتو بمعنى أن هنا وهو أسيتون 1-2 إذن ذرات الكربون هنا الثلاثة فهو يسمى مثل الأسيتون وهو عدد ذرات الكربون ثلاثة بعد ذلك تضيف الحلقة وهو فينون وتضيف المقطع ON انظر الآن كربونيل في الوسط هنا ليس إيثر ليس إيثر الإيثر هو O-R- R-O-R- لكن هنا لاحظ كربون وكربون ولاحظ هنا مجموعة اللي هو الكربونيل أيضا في الجهتين الأولى والثانية لدينا حلقات إذن ثنائي الحلقتين الأولى والثنانية فينيل وبعد ذلك تضيف مقطع كيتون أو تقول بنزو فينون بنزو بنزو حلقات البنزين ON وهو الكيتون الآن انظر حلقة ثلاثية كم لدي حلقة؟ لدي حلقتين الحلقات الثلاثية هو البروبان أساسا وتحول إلى حلقي إذن بروبان حلقي لكن لدينا أنه مرتبط بكربونيل إذن ثنائي بروبيل إيل يعني أنه هنا مثل الألكيل حلقي بعد ذلك تقول كيتون الآن نقارن بين الخصائص بالنسبة للقطبية هنا مجموعة الهيدروكسيل في الكحولات متوسطة للقطبية الإثارات لاحظ أنها إلى الآن تقع في النهاية في نهاية السلسلة في المقارنة إذا نقل قطبية الألدهدات تكون قطبية ونشطة في التفاعل هنا أيضا قطبية ولكن أقل من الألدهدات إذن الترقيم سيكون هنا واحد بالنسبة للقطبية إثنين ثلاثة أربع بالنسبة للقطبية الروابط الهيدروكسيل في الكحولات تكون روابط الهيدروكسيل في الكحول الآخر إذن ستكون في البداية هنا لا تكون إذن آخر شيء في الرقم أربعة في الألدهدات مع بعضها البعض لا تكون لكن مع جزيئات الماء تكون بالنسبة للكوتونات سيكون نفس طبعا لأنه مجموعة واحدة فستكون الخصائص متشابهة لا تستطيع تكوين رابط هيدروجيني مع بعضها البعض لماذا؟ لأن R C double bond O R dash لا تحتوي على ذرات هيدروجين مباشرة لكن تستطيع تكوين رابط هيدروجيني مع الماء إذن هنا متعادلين بالنسبة للرابط الهيدروجيني إذن ما زال الكحول يقع في الرقم واحد بالنسبة للرابط الهيدروجيني نأتي للغليان نأتي للغليان درجة غليان الكحولات أعلى من المركبات الهيدروكربونية المواثلة لها في الشكل والحجم بالنسبة للإثارات منخفضة إذن هنا تقع في الأقل أقل شيء الضهيدات أقل من الكحولات ولكن أعلى من الألكانات إذن هنا سيكون رقم واحد هنا سيكون رقم اثنين هنا أعلى من الألكانات ولكنها أقل من الكحولات إذن ستكون أقل من الكحولات أيضا بالنسبة للذوبان في الكحولات يذوب وتعمل امتزاج الإثارات ما زال في نهاية السلسلة وهو قليل الذوبان في الماء مقارنة بالكحولات بالنسبة للضهدات أكثر ذوبانية في الماء من الألكانات ولكن أقل من الكحولات هنا الكيتونات قابلة للذوبان إلى حد ما ولكن نوع واحد من الكيتونات وهو الأسيتون وهو الذي يذوب تماماً في الماء أو بشكل تام هنا بالنسبة للذوبان اختص فيه الأسيتون وهو نوع من نوع الكيتونات في الذوبان إذن نستطيع أن نقوم بترتيب المركبات حسب الخاصية أعلى قطبية كحول ثم الضهيد ثم كيتون ثم إيثر وفي النهاية الكام أعلى ذوبانية كحول ثم كيتون ثم الضهيد طبعاً هنا عشان الأسيتون ثم الضهيد ثم أمين ثم ألكان أقوى في تكوين الروابط الهيدروجينية ما زال الكحول لاحظ الكحول يقع في البداية كلها كيتون الضهيد إيثرات لا تكون وأيضاً الألكانات لا تكون الروابط الهيدروجينية بالنسبة لدرجة أعلى درجة غليان الكحول ثم الضهيد كيتون إيثر منخفضة وألكان أيضاً منخفضة ما سبب قطبية هذه المواد بنفس الطريقة التي شرحناها في الألدهيدات هنا لأن درة الأكسوجين تكون تحمل شحنة جزئية سالبة جزئياً بينما الكربون يكون موجبة جزئياً بالتالي ستكون هناك قطبي بالنسبة لإستعمالات الكيتون وهو هنا لدينا 2 بروبانون صفاته مذيب شائع للمواد القطبية المرتدي الصيغة CH3 C double bond O CH3 2 بروبانون وهنا CH3 أو يكتب بهذه الطريقة المكثفة أو بالطريقة المفصلة أكثر والبنائية CH3 C double bond O CH3 هنا استخداماته مذيب للشمع للبلاستيك في الطلاع يستخدم في الورنيش يستخدم وفي الغراء يستخدم الآن الأسماء المركبات والأسماء الشائعة لها طبعاً نحن وصلنا بدأنا في الألكين ثم الألكاين وأيضاً الأروماتي وهاليد الألكين الاسم الشائع للإيثين إيثيلين هنا ألكين في البروبين بروبيلين إيثاين إيستيلين واحد وأربعة ثنائي ميثيل بنزين بارازايلين أروماتي ميثيل بنزين أيضاً أروماتي يسمى بالتولوين كلوريد بوليفينيل أو يسمى بالفينيل الشائع له وهو هاليد ألكيل والهولثان أيضاً هو نوع من أنواع هاليد الألكيل بعد ذلك أكملنا في الكحولات الجلسرول وهو واحدين ثلاثة بروبان تريول بالنسبة للأضهيدات كانت خمسة مركبات ميثانال فورمال دهايد إيثانال أسيتال دهايد ثلاثة فينيل بروب ثنين إينال وهو سينيمال دهايد كلها من الأضهيدات والسلسل دهايد والبنزل دهايد اليوم سيكون المركب الجديد الاسم الشائع له المركب هو ثنائي ميثيل كيتون الاسم الشائع له وهو أسيتون نوعه هو كيتون الآن ننتقل للتقويم اقرأ في كتابك حول الأضهيدات والكيتونات ثم ضع دائرة حول رمز أفضل إجابة لإكمال الجمل أو حل الأسئلة التالية تكون ذرة الأكسوجين في مجموعة الكربونيل هل مرتبطة برابطة أحادية إلى ذرة كربون؟ هل هي رابطة أحادية مجموعة الكربونيل؟ سنقول هنا خاطئة مرتبطة برابطة ثنائية؟ نعم صحيح لكن هنا أنظر مرتبطة برابطة مع ذرة الهيدروجين خاطئة هنا مرتبطة بذرة كربون وذرة أكسوجين أيضا خاطئة إذن الجابة الصحيحة هي مرتبطة برابطة ثنائية مع ذرة كربون الآن تنتهي الأسماء الرسمية للكيتونات بالمقطع؟ انظر ركز كيتون إذن ستقول مباشرة أنه أون أي من ما يلي يعد صحيحا بالنسبة للكيتونات مقارنة بالأرض هيدار؟ هل كلاهما غير قطبي وجميعهما لهم النشاط نفسه؟ طبعاً غير قطبي هنا خطأ فاتح تعد الكيتونات قطبية في حين تعد الأرض هيدات غير قطبية أما الكيتونات فهي أقل النشاط؟ طبعاً لوجود مجموعة الكربونيل في كلاهما فهذه أيضاً لن يكون أحدهما قطبي ولا آخر غير قطبي فهذه أيضاً خاطئة كلاهما قطبي ولكن الكيتونات أكثر نشاط أم كلاهما قطبي ولكن الكيتونات أقل نشاط طبعاً كلاهما قطبي ولكن الكيتونات هنا أقل نشاط لعدم موجود درة هيدروجين مرتبطة بالكربوني طبعاً موجودة في الألدهيد الآن حدد الصيغة العامة للألكان اشتق الصيغة العامة التي تمثل الكيتون الصيغة العامة التي تمثل الكيتون CNH2NO ارسم الصيغة العامة الكيتون R C O O R R C O O R بالنسبة للإستعمالات بالنسبة للإستعمالات سم الكيتون مذيب لتلميع الأظافر طبعاً اسمه أسيتون وهو من أنواع الكيتونات سم المركب الآن انظر لدينا حلقة من أربع ذرات كربون واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة يعني بيوتين وحلقة يعني بيوتين حلقي ويوجد لدي هنا سيدة والبوند O إذن هنا R وهنا R داش إذن كيتون إذن سيكون الاسم بيوتا نون نون يعني حلقي ثم بعد ذلك نون يعني كيتون عفواً بعد ذلك تضيف كلمة أو مقطع حلقي إذن بيوتا نون حلقي الآن ارسم الصيغة البنائية للمركبات الكربونيل التالية انظر في البداية إلى النهاية الاسم ببنتا نون ثم بعد ذلك يرجع للبداية 2.2 ثنائي كلورو سيكون لدي كلور ثنائي يعني كلور وكلور موقعهم عند ذرات الكربون 2 و2 وعند 2 سيكون ON يعني الرابطة الثنائية للكربوني إذن بنتا لهو 5 ذرات كربون لاحظ بنتا عند خمس ذرات كربون أيضا عندي 2 و2 كلورو 1-2 وعند 2 بنتا نون أيضا هنا 2 بيوتا نون بيوتا يعني 4 1-2-3-4 عندي 2 عندي 2 اللي هو مجموعة الكربونيل إذن 2 بيوتا نون إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الكيتونات تسمية الكيتونات وخصائص الكيتونات نشاط منزلي المقارنة التي بدأت فيها في الحصة الماضية ستكملها اليوم وتضيف الكيتونات ستقارن بين الكحولات والألدهدات والكيتونات من حيث الذوبانية ودرجة الغليان وتكوين الروابط الهيدروجيني إلى هنا الطلابين نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته